يبدو أن برّي شطب من المحضر إحدى عشرة جلسة كان فيها مرشح للمعارضة لأن المرشح لم يعجبه رد فوري للنائب ميشيل معوّد لدى سؤاله عن ربط رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة انتخابية بتوافق المعارضة على اسم ينافس فرنجي ما قالوا علي إذا بدوا يسمى أولو الرئيس برّي مش عم بيدعي لجلسة لأنه نحن ما أعلننا عن مرشح ومش عم بيدعي لجلسة لأنه مرشح ومش عم بيقدر يأمن له الـ 65 سال إذا داعي الرئيس برّي لجلسة قبل 15 زيران رح تنزل وتحضره انطلاعا من أرارنا الصارم لمواجهة مزيد من الهيمنة والعزلة حناخذ الإجراءات أو الأرار اللازم بوقتها ما رح نسمح بأي تمن من الأتمان أنه ينفرد علينا مرشح بغض النظر عن شخصه أسهم سليمان الثرنجي ما عم بتعلى؟ أنا من أشاهد هيك معوّد يعتبر أننا حاليا في مرحلة توازن سلبي لن ينتج رئيسا من هنا ضرورة الفصل بين أكثرية الـ 65 ونصاب الـ 86 فالأولوية هي لتأمين أكثرية لمرشح يتمتع بالصفات السيادية والإصلاحية يا أما كان القوى المعارضة قادرة تجتمع على مرشح وعلى مشروع شيء للي حديث هاللحظة مصر لأنه في 15-20 نائب من هن رايدين عملين يكونوا جزء من الـ 65 اللي هن بيصابوا استفاف الاتفاق مع التيار الوطن الحرب يطلب على لي أن أغار عملين من التيار أنه يستقل من حزب الله بموضوع رئيسة جمهورية يعني ما تكون الخطة طبعيته إسقاط سليمان فرنجي لإعادة التفاهم مع حزب الله على أسمي التفاهم هو حزب الله عليه لهذه الغاية ثم التواصل غير مباشر مع التيار بحصل معوض لكن اتصالا مباشرا لم يحصل مع باسيل وعما إذا كانت زيارة البطريارك إلى باريس قد ترفع من أسهم فرنجية يعتبر معوض أن المعارضة غير متوجسة بتاتا بل تؤمن بدور بكرك الوطني وعلى أي حال فقرار النواب منتخذ أساسا برفض فرض مرشح وانتظار القرار الخارجي كما قال